اشتركوا في القناة فنقف هذا اليوم مع سورة الزحى والزحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال اسمها سورة الزحى وهي سورة مكية وقد ثبت عند البخاري حديث عن جند ابن سفيان قال رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فلم يقم او ليلتين فانقطع عنه الوحي اي لم يأته الوحي فجاءت ام جميل امرأة ابي لهب التي مر الحديث عنها في اول الشهر هذه المرأة العوراء وامرأة حمالة الحطب قالت ما ارى الا شيطانك قد تركك ما ارى الا شيطانك قد تركك او تقول لأرجو ان يكون شيطانك قد تركك او كما ورد في سعيه البخاري فبعد ذلك نزلت هذه السورة والزحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قل ليس كما تقول هذه المرأة السيئة الذكر الى يوم القيامة وعاقبتها يوم القيامة اشد ما ودعك ربك وما قل ما قلاك ما قطعك فالوحي قد ينزل في كل يوم وقد يتأخر يوما او يومين هنا يقول الله جل وعلا بعد ذلك ولا الاخرة خير لك من الاولى الاخرة خير مما اعطاك الله جل وعلا في هذه الدنيا ولثوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فأوى بدأ يعدد نعم الله جل وعلا على نبيه ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ظالا فهدا ووجدك عائلا فأغنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات أبوه عبد الله وهو حمل في بطن أمه ومن ما مات أبوه ما هو يتيم ألم يجدك يتيما فأوى ثم ماتت أمه وعمره ست سنوات أحوج ما يكون إلى الأم فاستحكمت فاستحكم اليتم من فقد أبويه استحكم فيه ألم يجدك يتيما فأوى ووجدك ووجدك ظالا فهدا وليس المقصود الظلال هو الانحراف كلا لا ظالا أي لم تكن تعلم كما بيّن الله جل وعلا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلا بعد أن جاءه فهو على أصل فترتي مع أن فترته صلى الله عليه وسلم كانت تذبه ولمسجد لي صنم ولم يشرب الخمر ولم يفعل ما يفعله قريش بل كان وهو شاب يتحنس صلى الله عليه وسلم ويتعبد لكن كمال الهداية بهذا القرآن ووجدك ظالا فهدا فهداك وجاءت فآوى فهدا لآخر للتناسب في آخر الآيات وهذا من البلاغة وحسن الخطاب ووجدك عائلا فأغنى كثر أولاده صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة رضي الله تعالى عنها وكثر أولاده فماذا فأغنى أغناه الله فأغناك كانت عائشة خديجة رضي الله تعالى عنه تنفقه عليه كانت تنفقه عليه وتأمره أن يتاجر بمالها مع أن عمه قبل ذلك أن عمه أبا طالب قد كفله فما أحوجه لأحد ووجدك عائلا فأغنى فقيرا محتاجا فأغناك جل وعلا ذا عيال وذا أولاد فأغناك الله جل وعلا بعد ذلك ماذا يقول الله جل وعلا بعد عدد أعداد هذه النعم بعد أن عدى سبحانه وتعالى قال له هنا يبين له نعمة الله جل وعلا فأما اليتيم فلا تقهر لاحظوا التقابل ألم يجدك يتيما فآوى يقابلها فأما اليتيم فلا تقهر ووجدك ظالا فهد يقابلها وأما السائلة فلا تقهر ووجدك عائلا فقيرا فأغنى يقابلها وأما بنعمة ربك فهد تقابل في الآلات الحظ على اليتيم المسكين النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتف وأيضا ورد في سورة نساء التحذير من أكل أموال اليتامة كما بيّن الله جل والتشديد إن الذين يأكلون اليتامة أموال اليتامة ظلما فإنما أكلوا في قطنهم نارا وسيصلون سعيرا ظلم اليتيم قهر اليتيم إذلال اليتيم لا ينبغي لا يجوز هناك من يأكل مال اليتيم من يتزوج اليتيمة الضعيفة بعد أن تبلغ بدل عن يزوجها من هو أولى وكفء لها فأما اليتيمة فلا تقهر لا تقهر امسع على رأسه ارفق به أحسن إليه لتنال هذا الأجر العظيم اكفر فأما اليتيمة فلا تقهر وأما وأما السائل فلا تنحر من هو السائل؟ هو الذي يقول أعطني الصحيح أن السائل كل سائل من يسأل مالا وهو محتاج من يسأل علما من يسألك شفاعة من يسألك عن أي شيء هو عندك وهو محتاج إليه لاحظوا وأما السائل فلا تنهر البعض ينهر السائلين ينهر الفقير المسكين هناك من ينهر السائل عن أمر دينه يأتي ويسأل عن مسألة الفقية فيجد الشدة والغلظة من البعض وإن كانوا قلة لكنهم موجودون ولذلك قال بعض علام وأما السائل فلا تنهر أي السائل عن العلم مقابلها وجدك الظالم فهدى هذا الذي جاء يسألك عن العلم هو ظالم أي في هذه المسألة يريد الهداية يريد العلم فكما أن الله وجدك ظالم فهدك بالقرآن والفقه والنبوة والرسالة فيقابلها وأما السائل فلا تنهر أيها العالم كنت ظالم كنت جاهنا فعلمك الله فإذا جاءك من يسألك عن أمر الدين ترفق به حتى لو لم تستطع أن تجيبه اعتذر منه كم يعاني بعض السائلين من بعض المسؤولين أي المن سؤل في مسألة من العلم إما أن يكون الجاوب شديدا أن يكون فيه نهر الله أما يقول أنت جاهل يا أخي الكريم لو كان عالم ما جاءك يأتي إنسان ويسأل بعض طلاب العلم فيسرد عليه البعض أقول وإن كانوا قلة لكنهم موجودين فيقول أنت جاهل هو جاهل لو كان عالم ما جاء إليك وما سألك فلا تنهر ترفق إذا ما تستطع أن تجيب أحلو إلى غيرك لكن ما قال هنا فأجيبه لأنك قد لا تعرف الإجابة قال لا تنهر افتح صدرك اشرح صدرك لح أعطيه من وقتك ترفق به اعتذارا لطيفا كم أعاني وقت هذه كثيرة جدا نعم اسمحوا لي أقول كثيرة ما هي يسأل وأحيانا قبل أن يكمل سؤالة تنزل السماعة أحيانا يجيبه ولكن بدلا يقول فيه أمان الله انتهيت يا ابني بقي شيء عندك في السؤال ينزل السماعة هذا قهر الحقيقة ونهر وشدة بعضهم يرد في الجوال برسالة شديدة أنت أزعدتنا يا أخي الكريم ما يعلم من أزعدك هي الرسالة ما يحتاجي لهذا الأمر ألا يمكن لنا خلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خلق الأئمة من الصحابة وغيرها خلق مشايخنا الذين عرفناهم كالشيخ عبد العزي بن باد والشيخ محمد الباني والشيخ محمد المثيمين رحم الله وغيرهم من مشايخنا الرفق والعطف على الناس وأما السائل فلا تنهى ولكن في المقابل أقول للسائلين أيضا تأدبوا مع مشايخكم بعض السائلين هو الذي ينهر الشيخ بعض السائلين يسيء إلى شيخه يسيء إلى العالم هذا لا ينبغي ولا يجوز فالطرفاني لابد أن يتعاون على الرفق والأدب وحسن الخلق وعدم إذا الناس يأتيك إنسان أحيانا في وقت الراحة ويزعجك بطرق الباب أو الجرس أو الهاتف وتفاجأ بأنه يسأل سؤالا لا يحتاج إلى هذا الوقت ليس مضطرا فإذا العدل مطلوب بين السائل والمجيب بين العالم والطالب فكما نقول هذا ذك هكذا نقول هذا وأما السائلة فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث المقصود بنعمة الله إذا أنعم الله عليك نعمة فحدث بها كيف أحدث أخرج في القناة تقول للناس عندي كذا وكذا أخرج في الإذاعة أخرج على المر لا لا أي دعا هذه النعمة تتحدث إن كنت غنيا فأنفق إن كنت ذا جاه ومكانه ابذل جاهك في الشفاعة للناس إن كنت ذا علم ابذل علمك حدث إذا كنت أميرا أو ملكا أو رئيسا فمن تحدث بنعمة الله حسن سياستك وحسن قيادتك نعم إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبدي عليه أيضا نبتعد عن ما يفعله الصوفية وغيرهم من لبات الثياب المرقعة بحجة الزهد ليس هكذا أو ينسبون للصحابة أمورا في أن ثوب عمر فيه ثلاث عشر ترقعة ليس بصحيح البس الثياب الجميلة البس بدون إسراف أيها الأخت البس ما أعطاك الله جل وعلا دون إسراف من تحدث بنعمة الله يا أخي الكريم أن تنفق على أولادك كم نعاني من الذين يشتكون من البنات والأولاد من الزوجات لا ينفق عليهم مع أنه ثري وغني أين التحدث بنعمة الله حتى يضطرون للجوء إلى الأقارب بل إن بعضهم آباعهم أثرياء ويضطرون للزكاة والسؤال قد يسأل سأل هل يجوز له الزكاة هذه مسألة أخرى ليس هنا بيان الحكم لكن هم يبحثون عن صدقة وأبوه من الأثرياء أين التحدث بنعمة الله فالتحدث بنعمة الله أن يرى أثرنا مطارك ظاهرا دون إسراف وعملا بذل الجاه والخلق والتعامل والكرم كل حسب قدرته تأمل لا يمكن أي واحد مننا إلا عنده مجموعة من النعم فحدث بها قد تكون نعمة الدين وكلنا نعمة الدين نعمة العلم وكم من العلماء نعمة المال نعمة الجاه نعمة المسؤولية نعم عظيمة جدة حدث بها ابذل الجهد من أجلها كن رحيما بالمال كما كان صلى الله عليه وسلم في كل هذه النعم كان نبي صلى الله عليه وسلم هاديا مهدية قدوة صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بهذا تتم النعمة عليك وإلا قد تذهب النعمة كصاحب الجنتين أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك برمي أحمد كم من نصد ذهبت أموالهم أو ذهب جاههم أو ذهب علمهم بسبب أنهم لم يظهروا نعمة الله عليهم من إظهار النعمة أن نمد أخواننا المساكين والفقراء والمحتاجين في البلاد الإسلامية أن ندعم المجاهدين في سبيل الله كل هذا من إظهار النعمة إذا أنعم الله على أهل بلد فليروا ما حولهم من أثر هذه النعمة رمضان فرصة لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون إذا لقيه جبريل وكان أجود في الخير من الريح المرسلة كونوا كذلك حفظكم الله ووفقكم وسددكم ومن إظهار النعمة الدعاء لإخوانكم لأنفسكم لأهلكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة